هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعا قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف هذا وقد أكد وزير الأوقاف أن مصر تعد نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية وترسيخ أسس العيش المشترك والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات فمصر لنا جميعا وبنا جميعا والمصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد من جانبه أشاد قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بجهود وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح وترسيخ أسس العيش المشترك بإدارتها لملف الوقف شكرا